لا يوجد هنا ما يوحي ببيئة صالحة للتعليم فلا الأجواء مهيئة ولا الظروف ملائمة كما أن المكان لا يرقى لأدنى المعايير الواجب توفرها في المؤسسات التعليمية وعلى الرغم من ذلك تحاول الفتيات مواصلة تعليمهم وسط الكثير من المخاوف هذا هو حال مدرسة الزهراء بمديرية نصاب في سبعينيات القرن الماضي شيد هذا البناء والذي يعد واحدا من أقدم المباني واستخدم سكنا داخليا للطلاب الدارسين في المديرية أنذاك قبل نحو عقد ونصف وبجهود من الأهالي تم ترميم المبنى ليكون مدرسة مستقلة للطالبات حيث يضم حاليا أكثر من أربعمائة طالبة من مختلف مستويات المرحلة الأساسية لكنه أصبح مؤخرا آيلا للسقوط أرضيات لا توجد كراسي لا توجد خدمات داخلها هذه المدرسة الوحيدة وعدم وجود صفوف كافية للتعليم وأيضا الأرضيات بصراحة دامرة وعض الحشرات تخرج علينا ما تسبب إلى أذر الطالبات فنحن ننادي ونستغيط أن يحاولوا مد يد العون لهذه المدرسة كل هذه الأسباب جعلت القائمين على العملية التعليمية هنا يوجهون نداءات ومنشدات للجهات المعنية في المحافظة والمديرية من أجل النظر إلى وضع المدرسة واتخاذ حلول عاجلة باعتبار المبنى لم يعد آمنا حيث تقضي هنا أكثر من أربعمائة طالبة معظم يومهن تحت هذا المبنى المتهالك تم إنزال أكثر من فريق هندسي إلى هذه المدرسة عبر مكتب التعليم الحافظة ولكن للأسف كانت كل التقارير توحي أن المدرسة غير قابلة للترميم وأن اللابد من إزالة المدرسة لكون المبنى غير قابلة للتأهيل بل بحاجة إلى إزالة كاملة ويعادة بناهم انتهي يأمل القائمون على مدرسة الزهراء للبنات في نصاب والأهالي أن تستجيب لهم الجهات المعنية قبل أن تتعرض المئات من الطالبات للحرمان من التعليم في مديرية تفتقر لوجود أي بدائل أخرى صالح سالم لقناة بلقيس شبوة